إذن وضعية جوبية مستقرة تخص أغلب السواحل الوطنية لكن الأمطار الرعدية دائما تبقى تميز أغلب المناطق الداخلية للوطن وكذلك مرفوقة بتساقط أمطار إن شاء الله خلال نهار اليوم وكذلك بالنسبة للولايات الجنوبية إذن بالنسبة للوضعية الجوبية المرتقبة بحولها خلال يوم الغد الاثنين تبقى نفسها الأجواء دائما مغشات على مجملة السواحل الوطنية تساقط أمطار رعدية تلحق كمية الأمطار إلى حوالي 15 مم محليا على أغلب المناطق الداخلية للهضاب العليا وكذلك منطقة الأوراس بينما درجات الحرارة ستكون في المعدلة الفصلي لطيفة نقصة مقارنة بالأيام الماضية لكن نسبة الرطوبة عالية ولهذا نحس أن الأجواء حارة على أغلب المناطق الشمالية لكن هي درجات حرارة فصلية بالنسبة لبيجايا سنسجل 29 درجة سكيكدا كذلك نفس المقياس مع نسبة الرطوبة حوالي 65% عنتي موشنت 36 درجة إن شاء الله ستسجل خلال ظاهرة يوم الاثنين يعني المناطق الشمالية الغربية والوسطى وخاصة الداخلية درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما نسجل حتى 38 درجة كأعلى مقياس أما المناطق الجنوبية فإليزي 42 درجة إن شاء الله إليزي جانت وكذلك عيناميناس الأغوى 39 درجة يرتقب أنه تسجل خلال ظاهرة يوم الاثنين ولمدية حوالي 31 درجة مع تشكل رعود منعزلة مرفوقة بأمطار إن شاء الله خلال يوم الاثنين بما أننا تحثت عن التشكل الرعود المنعزلة إذن لا بأس نبدأ بخريطة توزيع الكتلة الهوائية الحارة خلال الأيام المقبلة بحول الله إذن لاحظنا فيه تراجع طفيف في درجات الحرارة القصوى مقارنة بالأيام الماضية وإن كانت عرفة ارتفاع قياسي خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية الغربية والوسطى وحتى فيما يخص السواحل الوطنية سجلنا حتى 40 درجة أما هذه المرة فدرجات الحرارة لطيفة على أغلب المناطق الساحلية الغربية والوسطى والشرقية رح تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة على أغلب السواحل الوطنية بينما المناطق الداخلية للوطن رح نسجل حوالي 38 درجة خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية الغربية والوسطى على الشلف غليزان سيدي بالعباس كذلك عن الدفلة الجلفة وحتى التيارت أما المناطق الجنوبية فدرجات الحرارة القصوى ستتراوح ما بين 39 إلى 42 درجة بالنسبة لشمال الصحراء منطقة الوحيد كذلك على الجنوب الغربي لكن تندوف أدرار كذلك عن صالح حتى ورقلة نبقى نسجل فيها دائما كعالم القياس 46 درجة تحت الضل حتى خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري إذن الرطوبة هي لرهي عالية على أغلب السواحل الوطنية تعدات 90% إذن خلال صبيحة اليوم وحتى بالنسبة للفترة المسائية نبقى نسجل دائما لنسبة الرطوبة عالية ستتراوح خلال الأيام المقبلة إن شاء الله ما بين 70 إلى 95% كما قلت دائما خلال الفترة الصباحية والمسائية بالنسبة للمناطق الداخلية كما نلاحظه رح تصل نسبة الرطوبة إلى حوالي 65% بينما المناطق الجنوبية فهي الأخرى رح تكون معتدلة يعني تصل إلى حوالي 50% وخاصة مع درجات الحرارة المرتفعة 46 درجة تحت الضل أجوال ستكون ثقيلة بامتياز فيما خص المناطق الجنوبية إذن بالنسبة ل إذن كما قلت دائما ميزة الطقس اللي رح يتخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك بالنسبة للولايات الجنوبية هي تشكل الخلايا الرعدية المنعزلة دائما مصحوبة بأمطار كما نلاحظه على كل من قسنطينا سطيف باتنا الجلفة حتى على الغوات كذلك بالنسبة لميلة سعيدة كذلك على وهران عند تيموشنت مستغانم دائما تتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة لكن الأمطار رح تكون يعني تخص المناطق الداخلية أكثر بالنسبة للسواحل الوطنية يعني نقدرون سجلوا تساقط بعض القطاة من الأمطار أواخر الظهيرة على السواحل لكن حتى المناطق الجنوبية وبالتحديد على أقصى الجنوب الجزائرية وكذلك على وسط الصحراء تاني دائما تتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة مصحوبة ببعض القطارات من الأمطار المتفرقة حركة الرياح دائما تبقى من ضعيفة إلى معتدلة ولهذا البحر رح يكون هادئ إلى قليل الافتراب على أغلب السواحل الوطنية تصل سرعة الرياح إلى حوالي 50 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى ضعيف على السواحل الغربية حوالي 15 كم في الساعة وكذلك بالنسبة للسواحل الشرقية رح نسجل حتى 20 كم في الساعة الرؤية رح تكون متوسطة إن شاء الله على أغلب السواحل الوطنية واتجاه الأمواج رح يكون من شمالي إلى شمالي شرقي على أغلب السواحل الوطنية خلال ظاهرة يوم الاثنين بحول الله إذن هذا ما كان لديه لحد الساعة بخصوص توقعات التقص أكيد أكثر التفاصيل في موعدنا الإخبارية اللاحقة وعودة إلى بقية الأخبار مع محمد شكراً